السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري أمراض معضية وجهاز هضمي وكبد أتشرف بوجودي معكم موضوعنا اليوم عن موضوع تحليل الإيد والألم بعض الأشخاص بعد الممارسة الجنسية خارج إطار الزواج يحصل له نوع من أنواع الندم الشديد يحصل له نوع من أنواع الاكتئاب يحصل له نوبات من القلق وبعض الأحيان البكاء وبعض الأحيان يترك عمله ويترك زوجته ويترك دراسته ويحصل له اكتئاب شديد نتيجة هذه الممارسة الخاطئة في الواقع بعض الشباب يخاف أن يأخذ تحليل الإيد طبعاً هذا خطأ كبير يجب أن تتأكد إذا كان لديك أو لديك لأن أساساً هؤلاء الشباب يبص في جسمهم ويفحص نفسهم يجب أن يجب غدد لنفاوية في الرعبة ويخاف يجب أن يجب غدد طفح جلدي على الجلد ومجرد ارتفاع في درجة الحرارة أو احتقان بالحال يقول لي الإيد وفي نفس الوقت يقول أنه في خلال ستة شهور سأموت، أنا لدي الإيد و يفكر كيف سيواجه أسرته و كيف سيواجه زملائه في العمل طبعا يمكن أن يكون خايف أن يترفض من شغله و يفقد وظيفته أو إذا كان مقيم في أي دولة أجنبية يمكن أن يحصل له ترحيل كل هذه الأفقار موجودة في ذهن الشاب و لذلك يخاف أن يقوم بعمل التحليل النقطة أيضا التي أحب أن ألفت النظر لها أن حتى بعد عمل التحليل و بعد فترة النافذة و تلع سلبي أيضا شاكك أن هذا التحليل خطأ و دائما مرعوب و حاسس أنه عمل عملة كبيرة و حاسس أنه أيضا سيموت وأن هذا التحليل يقرر مرة و اثنين و ثلاثة و بالرغم من هذا و بالرغم تأكيد الأطباء لماذا؟ أن هذا سلبي إلا أنه مصر على أنه مريض و كل شوية يشعر بألام في جسمه أو تدخم في الغدد اللينفوية في الرعبة أو احتقان في الحل و يفكر أنه أكيد عنده الإيدز لكن الأجسام المضادة لم يظهرت أو بي سي آر لتحليل الفيروس لم يجب نتيجة التي كانت أعيزها أحب أن أؤكد لكل هؤلاء أن النتيجة أو فحص الإيدز هذا أساسا نثبت أن النجاح تصل لتسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المئة يعني لا يمكن أن يحدث فيه أي خطأ هذا التحليل مهم جدا أنك تعمله ولو طلعت النتيجة سلبي بعد انقضاء فترة النافذة نحن نعرف فترة النافذة، فترة النافذة بالنسبة للبي سي آر تسعة أيام، يعني بعد تسعة أيام نقدر نعمل تحليل البي سي آر بعد، بالنسبة للجيل الأول والجيل الثاني للأجسام المضادة بعد ثلاث شهور، بالنسبة للجيل الثالث بعد عشر أسابيع، بالنسبة للجيل الرابع بعد ست أسابيع، هذه فترة النافذة الجيل الرابع هو فحص الكمبو وطبعاً هناك بعض الشباب يقولون أننا لم نجد فحص الكمبو فحص الكمبو، لو لم تجد فحص الكمبو، ممكن المعمل يعمل لك فحص اللي هو الأجسام المضادة لـ HIV-1 و 2 بالإضافة لـ B-24 ونعتبر هذا هو فحص الكمبو مهم جداً فيه ناس بتسأل، يعني بعد سنوات مثلاً ثلاث أربع سنين ممكن أن الأجسام المضادة الموجودة تختفي ويبقى برضك المريض حاسس أنه عنده إضافة لا، الأجسام المضادة لا تختفي أبداً اتطمن، لو عندك الـ HIV سيبان نحب أن نلفت النظر أن مرحلة الإضافة هي المرحلة النهائية التي يمر بها مريض الـ HIV لو لم يأخذ العلاج المناسب له بانتظام بعض الشباب يأخذ العلاج ولكن يأخذ العلاج ليس بصفة منتظمة هذا خطأ كبير، يجب أن تأخذ العلاج وتنتظم عليه نرى بعض الحالات، خصوصاً في البلاد العربية، يلجأوا للطب الشعبي مثل لسع النحل هذا خطأ كبير جداً جداً أنك تتخلى عن الأدوية التي ثبت عالمياً بأنها تقضي نهائياً ولكنها على الأقل تجعل بي سي آرك زيرو وتذهب إلى أدوية أعشاب أو أدوية غير مرخصة لها أو لسع النحل كل هذه خرافات وكل هذه الأدوية الشعبية تم عمل تجارب عليها ولسع النحل تم عمل تجارب عليه وثبت فشل هذه المحاولات العلاج الذي مصرح به في مستشفيات وزارة الصحة في كل البلاد العربية هذا معتمد عالمياً ويجب نتائج ممتازة وفي خلال 6 شهور تبقى النتيجة في الدم البي سي آر زيرو عندما تبقى زيرو معناها أنك لا تنقل العدوى لشريك لزوجتك أو لزوجتك في المستقبل أو لأي حد من أعضاء شركائك طبعاً أحب ألفة النظر أن هذا العلاج تم عمل تجارب عليه كثيراً وثبت نجاحه بالنسبة لموضوع القلق نرى هذا عند مرضى كثيراً وهذا ظاهرة مثل نوع من أنواع الوساوث التي تأتي للإنسان ودائما خايف من الموت وخايف أنه يعمل التحليل أو خايف أن النتيجة لا تكون كما يريد ويقول دائما أن النتيجة ليست مزبوطة أحب أن أطمنك أن فحص هذا الـ S نهتم به جداً جداً في المعامل وفي النتيجة، كما قلت لك، تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المئة والذي يظهر إيجابي يفعله إختبار وسط من بلوت تأكيد حسيب الوصف لو كان هناك أي استفسارات أو حابب أن تبعث تحليلك على الوصف 002-010-27-28-4778 لا تخاف، لا تخاف، لا تطمن النتيجة لو سلبية، بعد فترة النفذة، أنت سلبي 100% لا تقلق خالص من هذا الموضوع أشكركم جزيلاً شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته